ولكن السؤال اللهم إذا ما استمرت هذه الأزمة بهذا الشكل كان هناك حديث عن تدويل القضية العراقية وغيرها من هذه التفاصيل هل هناك كلاما عن تدويل أو غيرها في أروقة الحكومة العراقية في الأروقة السياسية هل هناك كلاما عن الاتجاه؟ لا هذا أستاذ أحمد هذا كلام غير صحيح أولا هذا كلام حقيقة يسوق هنا وهناك ويكتب هنا وهناك الحكومة العراقية ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين وكذلك المجتمع الدولي ملتزم بالعمل مع الحكومة العراقية وقادة القوى السياسية العراقية ولاحظنا السيدة بلاسخر قد حضرت في الجلسة الأولى والجلسة الثانية وقبلها قد زارت السيد مقتدى الصدر وزارت كذلك بالمقابل قادة القوى السياسية العراقية وهناك قراران صدرا عن مجلس الأمن دعم نتائج الانتخابات ودعا القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات إلى عملية تشكيل حكومة وكذلك بالمقابل النظر إلى تحديات الدولة العراقية إن كان الإرهاب إن كان كذلك الأوبئة والفيروسات وكذلك قضايا التعليم والبنى التحتية وكذلك بالمقابل مسار السياسة العامة وكذلك تحديات الشباب كون المجتمع الآن مجتمع فتي و63% منه شباب يحتاج فرص عمل يحتاج إلى عمليات تأهيل وتدريب وبناء قدرات وهذا بالتالي ما يعمل العراق والمجتمع الدولي عليه سوى في برامج خاصة بالإصلاح الإدارية وإصلاح القطاع الأمني أو كذلك بالمقابل الإصلاح الاقتصادي وعبر الورق البيضاء وكذلك بالمقابل العمل على الاستراتيجيات التخصصية التي انتجتها الحكومة العراقية والحكومات السابقة عبر الجهاز الحكومي وهذا بالتالي ما معطى التفاعل والتعاطي أما قد يكون هناك إحاطة تقدم من قبل السيدة بلاسخرت إلى مجلس الأمن وإلى الشركاء الدوليين كذلك بالمقابل والأمم المتحدة طبعا هذه الإحاطة هي تقدم دوريا وهذا الإحاطة توضح الوضع في العراق ودور الأمم المتحدة ودور استشاري إرشادي يقدم النصح إلى الحكومة العراقية وإلى الشركاء السياسيين وإلى كذلك المؤسسات الدستورية العراقية وهم يعملون سوية منذ وقت طويل وليس عبر تأسيس هذا النظام الديمقراطي الجديد وبعد 2003 ولغاية الآن هناك عمل مستمر في هذا الاتجاه وبالتالي هذه القضايا التي يروج عنها ليس لها وجود ولكن بالمقابل هناك ثقة عالية لدى سيد رئيس وزراء عبر مبادرة الحوار الوطني في أن ننتج حل عراقي عراقي لهذه الأزمة وكذلك بالمقابل أن ننظر إلى متطلبات المجتمع والشعب العراقي في هذه الأولوية الأساسية لأنها هذه أولوية للحكومة وكذلك لا بد أن تكون أولوية للعملية السياسية وللقوة السياسية العراقية التي الآن تمثل الشعب من خلال البرلمان ومن خلال كذلك بالمقابل السلطة التشرين ترجمة نانسي قنقر